وإلى آخر فقرات البرنامج وأهمها فقرة الاستضافة واللقاء اليوم مع مصمم الجرافيكس والهويات محمد مجيدي مرحبا بك محمد أهلا بالشد شادي أهلا بك محمد طبعا أنا قبل الحلقة بقليل تحدثت مع محمد وكان بيننا دردش أتعرفت عليه بشكل أكثر لكن محمد المشاهدين يعني إيشتوا يعرفوا من هو محمد يعني لو تضعنا بصورة كاملة عن محمد وعن حياته وعن مجال تعليمه ومجال عمله بصورة مختصرة أسحب الله مساءكم أولا شكرا على الاستضافة القميلة الاسم محمد عبد المجيدي من موالد تعز دراسة خرق دبلوم غرافيك متزوج وأعمل حاليا في مقال الهوية التجارية وبناء العالم التجارية والتصاميم والمطبوعات بشكل عام جميل طيب محمد أولا يعني هي فرصة نبارك لك افتتاح مشروعك ويعني هي عبارة عن شركة شركة كما لاحظت على صفحتك في فيسبوك هناك الكثير من التهنيئات شركة تكوين لو تضعنا في صورة عن هذا المشروع الله يبارك فيك سيد شادي المشروع نحن كوناه من خلال المرحلة السابقة التي اشتغلنا من خلالها في الهويات الآن المشروع يقدم بناء العلامة التجارية التصاميم والحملة الإعلانية في كمان التصاميم السوشيال ميديا في تصاميم الموشن جرافيك والتصوير وإن شاء الله نلبي احتياجات ونحضم في بوء المجتمع طيب محمد يعني لو ركزنا على هذه المهنة يعني هناك كثير من المتخصصين في مجال تصميم الهويات والعمل على الجرافيكس لكن تساؤلنا في هذه الحلقة ما الذي يميز محمد عن غيره الميزة الوحيدة فقط الشغل والفكرة التي أن تطرحها للعميل هي لا بد تكون مبتكرة ومدروسة وإنك من خلال العمل الذي تقدمه أنك تقدم إضافة نوعية ولمسة جديدة تلبي احتياج العميل وكمان تلبي احتياج الهوية كمان إنك بذلك أنك تخدم تخدم اسمك والاسم الفني وتخدم كمان عميلك أو المؤسسة التي تشتغل معها أو المؤسسة التي تشتغل لها لكن أفهم أن محمد سر تميزه وأيضا ثقة العملاء في محمد وما يقدمه لهم هو مسألة الابتكار ما يقدم من أعمال هي أعمال مبتكرة وليست أعمال مقلدة ومشابة صحيح لأن وخاصة في جانب الهوية التجارية والعالمة التجارية لا بد أنك تتميز وتقدم حاجة جديد بحيث أن تكون خاصة للعميل ليست مقلدة لأنك أنت من خلال ما تبني هوية لا بد أن أول شيء يكون حقوق العمل يكون مبتكر يكون من لا شيء فإذا لك أنك عند تكوين الهوية لا بد أنك تدرس الشعار وتدرس الإسم وتدرس العمل التجاري العمل الذي أنت بتشتغل من خلاله وتدرس الأهداف والرؤية الخاصة بالمؤسسة التي تشتغل لها من خلال ذلك أنت تكون شعار مبتكر يحمل الأهداف والرؤية للمؤسسة أو المنشأة التي تكون لها الشعار جميل هنا لا بد أنه أقل شيء أنك تخرج العمل برؤية جديدة تختلف عن كل الرؤى الموجودة في السوق رائعا إذن هو بالمجمل دعنا نذهب الآن لمشاهدة بعض الأعمال والمقاطع القصيرة التي توضح نبذة عن أعمال محمد مجيدي نشاهدها سويا ومن ثم سأعود إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن هذه كانت جزئية من بعض الأعمال التي قدمها محمد وأعود إليك مرة أخرى محمد يعني فيما يتعلق ببدايتك في هذه المهنة يعني كيف كانت البداية هل منذ البداية ومحمد يقدم أعمال متميزة أم أن الوضع أخذ في التطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه حاليا البداية كانت عبارة عن هواية وشغف مثل ما تعرف كلنا بدأنا في الدراسة وكنا نحب نكتب ونشخبط على الدفاتر المدرسية فكان هناك فيه انتماء وفيه تمييز نوعا ما ومع الأيام اكتشفنا أنه فيه تصاميم وفيه وفيه رسم كتروني فحاولنا أن نحن نروح للمقالة جميل لكن فيما يتعلق بالتخصص هذا الذي تعمل فيه وهو مجال تصميم الهويات وأيضا عمل الجرافيك يعني أعرف الكثير من الأصدقاء المتخصصين في هذا المجال يعني ربما بني الأمر على الممارسة والخبرة بعيدا عن التخصص ومنهم من أخذ هذه المهنة عن طريقة التخصص ماذا بالنسبة لمحمد محمد المجيدي هو كان في بداية الأمر عبارة عن الشغل الذاتي والآن مثل ما تعرف المنصة التعليمية موجودة بكثرة فحبينا أن نتطلع وحبينا أن نطور أنفسنا من القانب الشغل ولاحظت مؤخر أنه أنا وقت روحي في هذا المجال إذن على محمد المجيدي أنه يروح يتسجل ويتخصص في هذا المجال فسجلت دبلوم غرافيك ولازلنا إلى اليوم نعمل على التطوير والرؤية نقدم بالقادم عمل أقوى وأفضل والتوفيق من الله جميل طيب طيب بالنسبة بالنسبة للناس هل يفهمون مجال عمل محمد وبالتالي يجد التقدير منهم بالدات العملاء الذين يرتبط معهم بشكل مباشر بالكثير من الأعمال بالنسبة الغرافيك أنت تشير إلى عملك بلون فالإشكالية كانت عبارة عن وجود الثقافة هذه فحاولنا نفهم العملاء بداية على أهمية الشعار بحيث أنه كل المشاريع تبدأ من الصفر كل المشاريع تبدأ بفكرة أنت الآن بدت بمشروع وقد بدت برأسمال لابد أنك تؤسس مثل ما أسست قاعدة وأسست رأسمال لابد أنك تؤسس هوية بحيث أنه تكبر مؤسستك ويكبر الاسم معك ويكبر الهوية معك والآن هناك تقبل النوع الماء كثير ولله الحمد جميل بما يتعلق بالمختصين في مجال الهويات وأيضا الجرافك أعتقد الأعمال كثيرة وقد تكون يومية لكن لو تسألنا محمد هل لدي حصر لعدد الأعمال التي أنجزها منذ بداية احترافه لهذه المهنة وحتى الأهن الأعمال كثيرة والأعمال كثيرة ومثل ما قالت في أعمال تخرج للنور وفي أعمال مثل ما قالت نحن نعاني منه أنك تقدم أعمال جميل وأتلاقي صعوبة صعوبة فهم العمل لأهمية العمل فقلتك العمل كثيرة جدا لا يمكن أن أسرها لك جميل أهم عمل قدمه محمد ومرتبط بشركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة وبالتالي هذا العمل صار متعارف لدى الناس ويميز شركة محددة أو مؤسسة العمل كلها مهمة لكن في عمل أهم عمل بالنسبة لمحمد ينظر إليه أن هذا العمل يعني هو يشعر بأنه من أفضل الأعمال التي قدمها حتى الآن أيها الأعمال كثيرة لكن العمل الذي حسيت روحي فيه الذي اشتغلته مع الفريق الرائع فريق تدكستعز طبعا شعر تدكستعز اشتغلناه مع مع مجموعات شباب فهو العمل الذي كذي لاقيت الأول عمل يخلق لي للنور شفت شفت له مطبوعات كبيرة شفت له حاملة ترويجية كبيرة فهذا العمل هو اللي أعطانا الدافع وأعطانا الحافز والانطلاق أكثر جميل ما هي أهم المصاعب التي يواجهها اليوم المتخصص في مجال الهويات وأيضا عمل الجرافيك يعني محمد وغيره ما هي أهم المصاعب التي يواجهها المتخصصون في هذا المجال في الوضع الراهن كما تعرف نحن في اليمن وخاصة في تعز هناك مصاعب كثيرة أولا الحرب الحصار كما تعرف الكهرباء النث فنحاول نتعدل المصاعب ونمشي فالمصاعب كثيرة لكن لله الحمد نحاول جاهدين نحن نخرج من هذه المصاعب المصاعب جميل محمد بالنسبة للشركة التي إنشأتها مؤخرا يعني هل هو أو تعتبر هذه الشركة هي تلخيص لحلم محمد والهدف الذي يعني يسعى لتحقيقه أم أن هناك أهدف ومشاريع أخرى يعني ما زالت تراود محمد وينوي تنفيذها في قادم الأيام والله الحلم كان هناك كنا قبل في 2014 كنا قد قهزنا نحن نسوي المشروع هذا لكن الحرب الحرب وقفت عائق أمامنا والأحداث كما تعرف أنه تعز مرت في حالة قلق كبير حيث الآمن وحيث حقت كثيرة الآن شفنا نعمة من الاستقرار والحرب لا زالت مطولة فقلنا لابد أن نبدأ وبالنسبة للأهداف إن شاء الله في أهداف كثيرة وفي كمان نحن نرتب أكثر إن شاء الله تشتقر اليمن ويستقر من خلاله وتترتب كل الأحداث رائع جميل إذن أشكرك جزيل الشكر ضيفنا مصمم الجرافيك والهويات محمد المجيدي شكرا جزيلا لك ومشاهدين نكتفي بهذا القدر ونصل إلى أختم حلقة الليلة أشكر ضيفي وفي الختام تقبل وتحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميلة ويام الأكحال وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة